اليوم الديربي ما ودي أتكلم عنه كلام كثير وأنا أعرف أن في بعض الجمهور عندهم حساسية من بعض الأراء بس أعتقد نتيجة الديربي اللي جمعت النصر مع الهلال اليوم على الأقل يمكن أن أعطت جزء من المحبين وأنصار النصر رسالة مهمة جداً أن فيه مشكلة فنية في الفريق وأنه كل ما كان الحديث منه في الفترة الماضية ما احترامي وتقديري لكل الأراء لكن كانت محاولة إبعاد عن حقيقة واقعة موجودة في الفريق من الناحية الفنية يعني لو حاولنا نرجع بشكل سريع النصر عنده مشكلة في حراسة المرمى النصر عنده مشكلة في قلب الدفاع النصر عنده مشكلة في الأظهرة أنسليمو ما هو بيتروس فبالتالي رحيل بيتروس كان خطأ فني كبير جداً جوناثان ما هو حمد الله تاليسكا ومارتينيز وأبو بكر صعب رغم منهم مواهب عالية صعب يصلحون خطأ كبير جداً من السهل جداً الآن أنك إذا اليوم ما في خطأ تحكيمي ممكن تحمله للهزيمة ممكن تحمله المدرب الفريق وتعتبر المدرب هو خطأ في النصر النصر لازم جمهوره ومحبيه يفهمه المشكلة وين المشكلة أن الفريق مش مبني على أسس فنية التعقدات اللي قاعد يقوم فيها النادي واضح أنها لا تخضع لخريطة فنية النصر يحضر الكثير من النجوم بس ربما في مواقع هو ما يحتاجها فشي طبيعي أضف إلى ذلك طبعاً على حالة التوتر كبيرة لتصير داخل اللاعبين وهذا أمر خاطئ جداً يفترض أن يعزل اللاعبين عن أي خلافات جماهيرية عن المنافسيين عن القصة النصراوية المعتادة هذه نصيحة إذا أراد النصر أن يحسن من وضعه في المواسم القادمة يجب أن تتغير الاستراتيجية النصر أنفق عليه في الخمس سنوات من 2018 حتى 2022 ما لم ينفق على أي نادي سعودي سواء من الدعم الحكومي أو من التمويل الشرفي لو رجعنا شفنا إيش الناتج والحصاد اللي حصدوا نادي النصر خلال هذه الأربع مواسم والآن إحنا في الموسم الخامس أعتقد يمكن هي تجيب على السؤال المهم اللي يشغل بالك النصراوي ليش نخسر وليش يفزون